السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا بكم متابعة حية لانهيار عقار جسر السويس وما هي أسباب انهياره وأقوال شهود عيان انفجار في مصنع أسفل برج جسر السويس تسبب في انهيار العقار تكافح قوات الحماية المدنية الزمن لانتشال ضحايا انهيار عمارة سكنية في جسر السويس بالقاهرة والتي انهارت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وقال سكان بالمنطقة ان انفجار في مصنع أسفل العمارة تسبب في هزة أرضية كبيرة أدت لسقوط العمارة وقال شهود عيان ان المصنع يعمل أكثر من 40 عامل فيه لافتين أن البرج المنهار مكون من 12 طابقا وأسفله سلاجة الزهراء واستغاس السكان المجاورون للبرج المنهار من أجل إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض ووصول مدير أمن القاهرة إلى موقع انهيار العقار وصل مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن وعدد من قيادات المديرية والقيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة إلى مكان انهيار العقار في جسر السويس المنهار ربنا يسطر ما زالت انتشال الضحايا من تحت الأنقاض مستمر وأنباء عن وفاة شخص وإصابة عشرون آخرون ربنا يسطر ويكملها على خير وتكون الوفيات والإصابات أقل من كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر